السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي طلابي وطالبات معشر الموحدين والموحدات تناولنا في الحصاص السابقة وحدة كاملة تكلمنا في البداية عن دلاء الاستحقاق الله للعبودية ثم وضحنا معنى الغلو ثم تكلمنا عن الأنبياء عموما ثم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أيضا الملائكة والأولياء والصالحين ما هو حق كل منهم والنهي عن الغلو فيهم وأن الله عز وجل هو خالق كل هؤلاء اليوم بإذن الله نراجع ما تناولنا في الوحدة كاملة حتى ننتقل إلى الوحدة التالية ونتكلم عن شروط قبول العبادة والعمال الصالح إذن تناولنا في الوحدة وجوب صرف العبادة لله وحده لا شريك له الدرس الأول كان عن دلاء الاستحقاق الله عز وجل للعبادة وحده لا شريك له ما هي الدلاء التي تناولناها أحسنتم أن الله عز وجل وحده القادر على الخلق والإيجاد من العدم وحده لا شريك له أيضا قدرته عز وجل وحده على النفع والضر وهو وحده القادر على نصرة عبادة أيضا من دلاء الاستحقاق الله العبودية الملك الكامل والتصرف المطلق في جميع الأشياء هو لله عز وجل وحده لا شريك له الأمر الأخير الذي تناولناه السمع الواسع الذي يسمع الله عز وجل به جميع من يدعوه مع القدرة على إجابتهم ونعلم صعيدا أن لو اجتمع أول أهل الأرض أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم على صعيد واحد وسأل كل منهم مسألته وأعطى الله عز وجل كل سائر مسألته ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل إلا كما ينقص من البحر إذا أدخل المخياط فيها وملك الله عز وجل لا ينفذ إذا كان الله عز وجل بعظيم ملكه لا ينقص ذلك أيضا تناولنا المجادلة كيف أنها كانت عائشة في ناحية من البيت قريبة ولا تسمع حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصل الله عز وجل هذه المسألة وفصل الحوار وأعطى الحلول وأعطى الكفارة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوره كمان إذن سمع الله الواسع يسمع حتى حديث النفس يسمع حتى حديث النفسي عز وجل إذن هذه من دلائل استحقاق الله هل هذه كل الدلائل؟ لا وإنما جزء من كل هذه بعض الدلائل على استحقاق الله العبودية وحده لا شرك له الدليل على ملك الله عز وجل الكامل وتصرفه المطلق في الأمور كلها أحسنتم قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قط مير وهو الغشاء الرقيق على نواة التمر ما كانت الأنبياء بعدها تناولناها أنهم أفضل الخلق على الإطلاق هم سادة البشر جمعوا بين مرتبتين وهي العبودية والنبوة وقد اختارهم الله عز وجل لحمل رسالته للناس قال تعالى الله يصطفي أي يختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ونتناولها الآن في أعمال الملائكة ومن الناس وهم الأنبياء إن الله سميع بصير تناولنا بعدها مسألة الغلو الغلو في الأنبياء هو رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها إذا نعرف أنهم أفضل الخلق على الإطلاق واقتالهم الله عز وجل لرسالته جمعوا بين مرتبة العبودية والنبوة واضح؟ أكثر من ذلك قلوب أكثر من ذلك قلوب فلا نشرك مع الله عز وجل في أي عبادة وإنما نعبد الله عز وجل وحده لا شريك لا قامت دعوة الأنبياء كلهم كل الأنبياء قامت دعوتهم على أسس متفقة وهي أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وشرائعهم مختلفة قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إذن شرط الإيمان بالله عز وجل نؤمن بجميع الأنبياء جميع الأنبياء يدعون أحسنتم لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وما أرسلنا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون عبدون فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب أحسنتم جميع الأنبياء ينهون عن الشرك أحسنتم ويحذرون من ويحذرون من الشرك قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت أحسنتم جميع الأنبياء لقطة مهمة لا يطلبون على دعوتهم أجر لماذا؟ لأنهم يطلبون الأجر الحقيقي من الله عز وجل وحده لا شرك له قال تعالى حكاية عنهم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمَا لَا إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِذَا عَلَى مَذَا تَدُلْ هَذِهِ الْآيَاتِ أَلَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُولًا وَمِنَ النَّاسِ إن الله سميع بصير يصطفي أحسنتم مكانة الأنبياء عليهم السلام فهم أفضل الناس أسادة البشر اختارهم الله لرسالته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مما اجتملت عليه رسائل الأنبياء أحسنتم أنهم جميعهم ينهون عن الشرك ويحذرون منه وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابَاً أَيَأْمُرْكُمْ بِالْكُفْرِ بعد إذ أنتم مسلمون أحسنتم التحذير من الغلو في الأنبياء عليهم السلام واتخاذهم أرباباً من دون الله عز وجل وهؤلاء الأنبياء على الإجمال ثم ذكرنا أن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وصفوتهم وهو أفضلهم وأكرمهم صلى الله عليه وسلم بل وهو أفضل الرسل وخاتمهم وهو أحب خلق الله إلى الله عز وجل لكن حذر الكتاب والسنة من الغلوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيّن بطلان الغلوف من عدة وجوه منها أنه صلى الله عليه وسلم بشر مثلا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نفسه نهى عن الغلوف إلى آخر لحظاته وهو يدعو الله عز وجل اللهم لا تجعل قبري وثني عبدا الأمر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر لو كان يملك لأحد نفع ولا ضر لكان هدى عمه عبد المطلب وله مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه في دعوته لكن لم يرد الله له الهداية قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده نفع لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يملك لنفسه نفع أو ضر لما كان ينجأ إلى الله دائم النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه ونبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في كيف يملك أن يجلب النفع أو يدفع الضر عن غيره إنما هو ذكر نبي صلى الله عليه وسلم في أكثر موقف إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لكن هل هو كبقية البشر؟ لا هو أحب خلق الله إلى الله هو صفوة الله عز وجل من البشر لا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزله الله صاحب المقام المحمود الذي يشفع لأمته يوم القيامة وهو من يقول الله عز وجل رفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع نعرف أن هذه كلها خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن العبادة لله وحده لا شركة تناولنا بعدها عقيدتنا كمسلمين في عيسى بن مريم عليه السلام نؤمن كمؤمنين أن عيسى امتاز عن سائر البشرية بماذا؟ أحسنتم أن الله عز وجل خلقه من غير أب ننتبه إلى مسألة مهمة الله هو من خلق عيسى بن مريم بأمر من الله أن يكون بغير أب أرسل الله عز وجل جبريل إلى مريم عليه السلام وهي في محرابها تصلي الأمر الآخر أنه عبد الله ورسوله عيسى هو عبد لله ورسول من رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول من رسول الله أرسله الله عز وجل لهداية بني إسرائيل والدعوة إلى الله وحده محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله لمن؟ للثقلين الإنس والجن ودعوته باقية إلى أن تقوم أسعى واضح؟ أيضا عقيدتنا في عيسى بن مريم عليه السلام أنه أحد أولي العزم من الرسل أنه أحد أولي العزم من الرسل أيضا أنه عليه السلام لم يصلب ولم يقتل عيسى بن مريم لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلموه الله عز وجل صرح لكن رفعه الله إليه نؤمن بهذه الأمور التي خص الله بها عيسى بن مريم عليه السلام لكن حذر الشرع من الغلو في نبي الله عيسى لأنه عبد من عباد الله عز وجل واضح المسألة حال ماذا تدل هذه الآيات؟ نقرأ الآيات سويا قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين دليل على أي مسألة من المسائل الأربع أحسنتم أن الله عز وجل خلق عيسى بن مريم عليه السلام بأمره أي بأمر الله عز وجل من غير أب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عيد الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إذن هم أحسنتم هؤلاء هم أولي العزم من الرسل وهنا الدليل على أن عيسى بن مريم عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل من هو؟ عيسى بن مريم إذن هنا دليل على ماذا؟ أحسنتم التحذير من الغلوف نبي الله عيسى عليه السلام لأنه عبد من عباد الله عز وجل واضح؟ أرسله الله لهداية بني إسرائيل بعدها تناولنا الملائكة أنها خلقت من نور وتميزت بالجمال والعظمة والقدرة الخارقة التي يعجز عنها المشر أهم عبادات الملائكة عليهم السلام ذكرناها قبل قليل أحسنتم رسول الله تعالى إلى خلقه ومنها الوحي أيضا تسبيح الله تسبح الليل والنهار لا يفترون لا تفتر الملائكة تسبح الله في الليل والنهار دون أن تفتر أيضا من أهم عبادات الملائكة الاستغفار للمؤمنين جعلنا الله وإياكم ممن تستغفر لهم الملائكة آناء الليل وأطراف النهار لكن نهى الشرع عن الغلو في الملائكة وبيّن بطلان عبادتهم من عدة وجوه منها أن الله عز وجل حذر من عبادة الملائكة واتخاذهم أربابا من دونه أيضا الملائكة عباد لله فلا يملكون شيئا من خصائص الألوهية أيضا الملائكة يتبرؤون في يوم القيامة ممن عبدهم فزع الملائكة وضعفهم أمام قوة الله عز وجل وعظمته وتناولنا هذه المسائل الأربعة مفصلة في درسنا السابق بعدها تناولنا الأولياء والصالحين من هم الأولياء الصالحين كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي هو من أولياء الله الصالحين ما هي مكانتهم عند الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيضا من عاد وليا أحسنتم فقد آذنه الله بالحرب إذن الأمر الأول أنه لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله عز وجل ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا لأن لديهم هدف أسمى هل لهم لا توجد لديهم مشاهد يوجد حزن على ما يفوت من أمر الدنيا لكن أمر طبيعي والإمام بالله يطع الإمام بالله يطع فالنفوس دائما مطمئن قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الآخرة لا خوف عليهم من عقاب الله عز وجل ولا هم يحزنون في هذه الدنيا ألا سفاسف الدنيا إذا فاتهم شيء منها من هم؟ هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الله عز وجل الأمر الآخر أن من عاد أولياء الله عز وجل فقد توعده الله عز وجل بالحرب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أحسنتم إذن قال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله كل من كان أحسنتم مؤمنا تقيا كان لله ذكرناها قبل قليل وليا يدل قوله تعالى قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر على أحسنتم أن الأولياء الصالحين لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون وليس لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية فكيف يعبدون من دون الله وذكرنا أن أول غلو حصل كان في قوم نوح لما جعلوا صور والتماثيل لود والسواع ويعوث ويعوق ونسر بالتعاون مع مجموعتك اكتب في الجدول التالي الواجب على كل مسلم نحو كل من الأنبياء والملائكة والصالحين الواجب للأنبياء أحسنتم الإيمان بأنهم بشر لكن اصطفاهم الله عز وجل للدعوة لعبادة الله وأنهم ينهون عن شرك الملائكة ممتاز الإيمان بأنهم عباد لله خلقهم الله عز وجل من نور لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية الأولياء والصالحين أحسنتم الإيمان بأنهم عباد لله مؤمنين أتقياء مملكون لله ليس لهم من الملك شيء وأن من عاداهم توعده الله عز وجل بالحرب إلى هنا انتهى حديثنا في هذه الوحدة مجمل ما تناولنا في وحدتنا في الحص القادم بإذن الله تكون وحدة جديدة نتناول فيها شروط قبول العبادة كل عباداتنا التي نعبد بها الله عز وجل شرطين تناولها في حصتنا القادمة بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك